هذا بيان الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني يلقيه على مسامعكم أحد أنصاره إلى الله والبيان بعنوان محرم في كتاب الله قتل المرتد عن الإسلام وقتل الكافر الذي لا يحاربكم في دينكم فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا كتب البيان الإمام بتاريخ 25 من الشهر الثاني عشر 1436 هجرية الموافق 8 من الشهر العاشر 2015 ميلادية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسول الله وجميع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد ويا معشر علماء الأمة إن قتل النفس بغير حق جرمها في الكتاب فكأنما قتل الناس جميعا فاتقوا الله ولا تحبطوا أنفسكم بالفتوى الباطلة فيغضب الله عليكم ويلعنكم لعنا كبيرة وإنني الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أشهد الله وكفى بالله شهيدا إني لا أجد في كتاب الله القرآن العظيم إن الله جوز لكم قتل من يرتد عن الإسلام فكيف تخالفون حكم الله في قوله تعالى وقلوا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر صدق الله العظيم وكيف تخالفون حكم الله في محكم كتابه إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم صدق الله العظيم وكيف تخالفون حكم الله في محكم كتابه لا إكراه في الدين صدق الله العظيم فوالله ثم والله إن كثيرا من الأحكام في دين الإسلام صارت من حكم الشيطان الموضوع المفتري وليس من حكم الله وأرحم الراحمين فمن كان من علماء المسلمين فيه ذرة الرجولة فليكشف عن لثام وجهه ويتقدم بإسمه وصورته في موقعنا لحوار حكم المرتد عن الإسلام وحكم قتل الكافر الذي لم يحارب المسلمين في دينهم وفي حكم حرية العقيدة في العبودية تصديقا لقول الله تعالى قلوا الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني صدق الله العظيم ويا محشر علماء الأمة والله الذي لا إله غيره لا نجاة لكم مما أنتم فيه إلا الفرار إلى تطبيق أحكام الله بالحق تستنبطونها من محكم كتابه بالحق من غير ظلم مثقال ذرة وأما أحكامكم اليوم فأغلبها جاءتكم من عند الشيطان الرجيم على شكل أحاديث وروايات موضوعة فبرغم إني مؤمن بأن الأحاديث النبوية الحق هي من عند الله إلا ما خالف منها لمحكم القرآن فهي جاءتكم من عند غير الله أي من عند الشيطان الرجيم فهل يرضيكم أن تعتصموا بأحكام الشيطان الرجيم وتذرون حكم الله أرحم الراحمين فمن يجركم من عذاب عظيم ومن أعظم الإجرام في حق أنفسكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فمن كان يرى نفسه رجلا ذا علم ملجم للإمام المهدي ناصر محمد اليماني فليكشف القناع عن وجهه ويقوم بتنزيل صورته واسمه الحق وإذ لم أخرس لسانه بمنطق الله في محكم القرآن العظيم فهنا أصبحت كذابا وليس المهدي المنتظر صاحب علم الكتاب وما كان للحق أن يبعثه الله متبعا لأهواءكم ووصل عمر الدعوة المهدية إلى نهاية عامها الحادي عشر وأنتم لا تزالون معرضين عن حكم الله فإلى ماذا تريدونني أدعوكم للاحتكام إليه فوالله ثم والله لو لبثت فيكم ألف عام لما تزحزحت عن دعوتكم للاحتكام إلى القرآن العظيم رسالة الله إلى الثقلين المحفوظ من التحريف والتزيف اللهم قد بلغت اللهم فشهد فبلغوا بياني يا معشر الأنصار السابقين الأخيار ولا تهنوا ولا تستكينوا بسبب التكذيب بل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الداعي إلى سبيل الله على بصيرة من ربه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ترجمة نانسي قنقر